رضينا في الشيخ وفقكم الله يقول ورد النهي عن النفخ في الإناء فهل هو مقصور على الشرب أم هو أيضا دافل في الطعام يدخل يدخل فيه النفخ في الإناء مطلع لأنه يكره الإناء على الآخرين ربما يكون الإنسان فيه صابة في فماه فيه فيحصل من هذا ضرر على الناس نعم